اشتركوا في القناة الهوم هو تكملة لدرس ماسكت الأسواق التقليدية تتميز محافظة ماسكت كغيرها من المدن العمانية بأسواقها التقليدية العريقة كسوق مطرح القديم كما تشتهر هذه الأسواق ببيع كافة منتجات الحرف والصناعات التقليدية مثل الحلي أدوات الزينة والأدوات المنزلية والمشغولات الفضية والنحاسية والمنسوجات التي تتميز بنكوشتها وزغرفتها وأشكالها الهندسية البديعة والفخاريات وهذه صورة توضحية لسوق مطرح كما نرى في الصورة ونلاحظ أنها يوجد بها الكثير من المحلات والمتاجر لبايع الأقمشة والمنسوجات والنحاس والفخاريات والحلي هذه صورة أيضا توضح بعض المنتجات العمانية ماسكت المعصرة تحولت ماسكت منذ عصر النهضة المباركة على مثال يحتذى عربيا من خلال ما يتم تقديمهم من خدمات ضرورية للإنسان العماني مثل أولا تخطيط الأحياء السكنية الحديثة ورصف الطرق وتحديث شبكات الإنارة وإنشاء شبكات الصرف الصحي إنشاء الحضائق والمنتزهات وتوفير الخدمات البيئية الضرورية من خلال حملات النظافة الدورية بالمناسبة عصر النهضة بدأ مع تولي السلطان كابوس عام 1970 وسميه بعصر النهضة لما رأاه من تطور في جميع المجالات سواء اقتصادية، ثقافية، صحية سياسية وأيضا تعليمية هذه صورة توضحية لبعض التخطيط الترق والمباني العمانية في محافظة موسكت كما نرى في هذه الصور مدى التخطيط والنظام والتطور في المباني الاهتمام العماني بالبيئة والمحافظة على المظهر الحضاري هناك العديد من المجمعات التجارية والحضائق والمنتزهات العامة مثل حديقة الكرم الطبيعية، حديقة الريام، حديقة النسيم أينما تذهب في محافظة موسكت تبهرك الخضرة والظهور والمجسمات الجمالية التي تشير إلى دلالات اجتماعية والثقافية وحضارية هذه المناظر الخلابة والحضائق تشكل مظهرا حضاريا يعكس الاهتمام العماني بالبيئة وحمايتها من مخاطر التلوث كما نلاحظ عندما نسير في التركات الحضائق ومدى جمالها ونظافتها ويجب علينا الاهتمام بها والمحافظة عليها أيضا وهذا يكون دوري كأمواطن عماني هذه بعض المنتزهات كما نرى في الصورة جمال الطبيعة والقدرة ومدى نظافتها دورنا هو أن نحافظ عليها والاهتمام بها هذه الأماكن أيضا تشكل جذب سياحي وتعد دخل مهم للدولة التنظيم المعماري في مسكت تجمع محافظة مسكت في نظامها المعماري ما بين الأصالة والمعاصرة حيث نجد الأماكن الحديثة مثل منطقة الخوير حيث مجمع الولايات الحكومية الذي تجد بجواره حي السفارات ومدينة السلطان كابوس التي تمتاز بمظهرها الحضاري الجميل وشوارعها والأسواق الحديثة بالإضافة إلى المناطق القديمة التي تتسم بالمنازل والأسواق القديمة والدكاكين الصغيرة والطرق الضيقة بجانب المنازل نشاهد في العاصمة مسكت وولاياتها التمازح الرائح بين الطراث الحضاري القديم والطابع العصري الحديث كما نرى في هذه الصورة توضح لنا مدى الأصالة في البيوت الأومانية على الرغم من أنها بيوت حديثة ولكن يوجد بها الطابع القديم المعاصر المؤسسات الحضارية في مسكت أولا المجال الديني تنتشر المساجد الحديثة في محافظة مسكت وهي تعتبر أثرا في الهندسة والمجال أولا جامع السلطان قابوس الأكبر وأيضا مسجد السلطان سعيد بن تيمور كما نرى في الصورة جامع السلطان قابوس ماذا تلاحظ في هذه الصورة؟ نلاحظ جمال وروعة ودقة المعمار وتطور الهندسة في هذا الشكل مسجد السلطان سعيد بن تيمور المجال التعليمي والثقافي يوجد بمحافظة مسكت عدد من المؤسسات التعليمية والثقافية أولهم جامعة السلطان قابوس كليات متخصصة يديرها الكطاع الخاص العديد من المكتبات والمتاحف والمدارس والمعاهد وهذا يدل على دور الحكومة في دعم القطاع الخاص لإنشاء بعض الكليات والمعاهد الخاصة لتوفير كافة المتعلمين والتعلم في كافة المجالات لإخراج جيل قادر وواعي على تقدم الدولة ورقويها جامعة السلطان قابوس ويوجد بها كثير من المتعلمين الذين يحملون حب الوطن بداخلهم وواجب الدفاع عنه هذه صورة لبعض المتخرجين من جامعة السلطان قابوس المجال الصحي تطورات المؤسسات الصحية وما تقدمها من خدمات فانتشرت المستشفيات الحكومية والخاصة والمراكز الصحية المتعددة في كل ولاية من ولاياتها مثل مستشفى السلطان ببوشر مستشفى خول بالوطية مستشفى النهضة بريوي كما نعلم أن الحكومة تهتم بالمجال الصحي بشكل كبير خوفا على صحة وسلامة المواطنين العمنيين وأنها دائما تطور من هذه المؤسسات بشكل كبير حتى تواكب العثر الحديث المجال الاقتصادي تتميز مسقط بالعديد من المؤسسات والمنشآت الاقتصادية مثل البنوك المتخصصة سوق مسقط للأوراق المالية ميناء السلطان كابوس ميناء الفحل لتصدير البترول مصفات النفط محطة الغبرة لتحليط المياه وتوليد الطاقة الكهربائية منطقة الرسيل الصناعية وهذه أهم الأماكن التي توجد أو المؤسسات والمنشآت الاقتصادية التي توجد بمسكت المعالم السياحية في مسكت تتوافر في محافظة مسكت العديد من المقاومات السياحية منها الشواطئ الخلابة التي تتنوع بين الرملية والصخرية إنشاء العديد من المنتجعات السياحية على هذه الشواطئ لخدمة السياح توفر العديد من المواقع السياحية كالكولاع والمتاحف والبيوت الأثرية والحضائق مثل حديقة الكرم وحديقة ريام تمتلك المحافظة العديد من المتاحف التي تعرض مختلف جوانب حياة الإنسان في سلطنة عمان بشكل عام وخاص وخاصة في محافظة مسكت كما أيضا أن تهتم الحكومة بالمعالم السياحية بشكل كبير وترميمها دائما والمحافظة عليها من الخراب كما نرى في الصورة الشكل الجمالي بعض الفنادق كما نرى أيضا جمال المحافظة ليلا نلاحظ في الصورة المرتفعات الجبلية والبحر والأنوار وبعض الحضائق كل هذه أشكال جمالية تجذب السياح المترجم للقديم كل هذه الصور تدل على اهتمام الحكومة بشكل كبير بالقطاع السياحة مهود المحافظة لتنشيط السياحة تسعى محافظة مسكت إلى تنشيط السياحة بها من خلال الفعاليات التالية أولا توفير الخدمات السياحية المختلفة تشجيع بناء الفنادق والاستراحات السياحية إقامة المهرجانات والمعارض مثل مهرجان مسكت الذي تعمل المحافظة على إقامته سنويا ومعرض الكتاب الدولي الذي يقام سنويا أيضا وهنا يأتي سؤال وهو دلل على جهود المحافظة لتنشيط السياحة الإجابة هي توفير الخدمات السياحية المختلفة تشجيع بناء الفنادق والاستراحات السياحية إقامة المهرجانات والمعارض مثل مهرجان مسكت الذي تعمل المحافظة على إقامته سنويا ومعرض الكتاب الدولي الذي يقام سنويا أيضا هذه صور توضحية لبعض المهرجانات في محافظة مسكت كما نرى في الصورة عدد الأشخاص التي يوجدون بها هو عدد كثير جدا وبالتالي يعمل على جذب السياح بشكل كثير ومدى النظام والتنظيمة القائم في هذا المهرجان نلاحظ في هذه الصورة أيضا مختلف الجنسيات سواء كانت الجنسيات الوطنية العمانية أو الجنسيات المختلفة من سياح وفدون يعملون في عمان نرى في هذه الصورة أيضا مدى وجمال الجذب السياحي وهنا نكون انتهينا من درسنا اليوم الواجب هو نشاط واحد وخمسة بالكتاب المدرسي ألقاكم إن شاء الله على خير في درس جديد أدومتم بصحة وسلامة إن شاء الله آمنين مطمئنين